اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج استوديو الإخبارية منذ أكثر من ثمان سنوات والمهندسون السعوديون ما زالوا ينتظرون تحسين أوضاعهم بكادر يليق بمستواهم الدراسي ومقارنة بالمهن الأخرى إلا أن هاجس الكادر بات يؤرق المهندسين السعوديين وأصبحوا يتهربون من الوظائف الحكومية التي هي بأمس الحاجة لكفاءتهم في هذه الحلقة سوف نتابع مكمن الخالل في تنفيذ الكادر الهندسي لكن نتابعه بعد هذا التقرير ثم نعود وبعض المهندسين السعوديين والخريجين عن قلة استقبال طلبات التوظيف للشركات الهندسية العاملة بالمملكة وإحجام الكثير من الشركات الكبرى عن طرح وظائف للمهندسين السعوديين للعمل لديها وفي القطاع الحكومي نجدهم لا يحضون بعوائد مالية مرتفعة مقارنة بالمجهود الذي يبدلونه في أعمالهم فلماذا لا يكون هناك عدد قابل للزيادة خلال الأشهر القادمة خصوصا مع النقص الحاصل في سوق العمل وذلك بعد الحملة التصحيحية لأوضاع العمال المخالفة في المملكة وبما أن الفرص المتاحة للسعوديين في شغل الوظائف الهندسية لدى القطاع الخاص قليل جدا وذلك لعدم وجود الأمان الوظيفي وتواضع المغريات التي تفرضها شركات القطاع الخاص والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون في الأيام القادمة توظيف للخريجين العاطلين عن العمل وكذلك تحسن في أوضاع هؤلاء المهندسين بما يليق بتحصيلهم العلمي أهلا بكم من جديد في موضوع حلقتنا اليوم يسعدنا أن يكون ضيوفنا الكرام كلا من الدكتور محمد بن مصفر الخفعمي وهو استشاري متخصص في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي مرحبا بك دكتور محمد أحيائكم الله أيضا المهندس السعود الدالبحي وهو محكم وخبير هندسي مرحبا بك مهندس السعود أهلا مرحبا حياك الله ومن الدمام معنا الدكتور عثمان الشمراني وهو عميد كلية الهندسة بجامعة الدمام مرحبا بك دكتور عثمان مرحبا بك أختي الفاضل والسادة المشاهدين أبدأ معك الآن دكتور محمد يعني بشكل عام إذا ما أردنا التحدث عن الوضع الراهن للمهندسين السعودين مقارنة بموظفي الخدمة المدنية كيف ترى؟ بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة موضوع المقارنة بين موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص أعتقد هذا سؤالك نعم طبعا ما في مقارنة حقيقة الوضع في القطاع الحكومي روتيني للغاية طبعا محفزات لا يوجد محفزات بالنسبة للمهندسين طبعا العدالة فيه غير عادلة لأنه خريج الهندسة طبعا بداية خريج الهندسة ما شاء الله تبارك الله من الثانوية العامة مع عدلاتهم عالية جدا وهم صفوة الثانوية وبالتالي بعد الطب تقريبا أو إذا ما كانوا نفس النسبة وبالتالي في كليات الهندسة يحدث الكثير من التصارب ويتخرج الصفوة ومن ثم يعادل في التعين مع موظفي أو مع خريجي الكليات النظرية مع شديد الاحترام للبقية والزمالة في التخاصصات الأخرى وإنما خريج كليات الهندسة أو هندسة تطبيقية طبعا تدربوا على رأس خلال الدراسة درسوا الكثير من المواد العلمية صعوبة المقررات وصعوبة المعامل وإنهاء المتطلبات غير الكليات النظرية بالتالي من غير العادل أن يعين خريج كلية الهندسة بسبع آلاف وشوية زي وزي أي كلية أخرى نعم لكن مهندس سعود بشكل عام ما الأسباب التي دفعت ببقاء وضع المهندسين بهذا الشكل رغم أنها من الوظائف التي ذكر الدكتور محمد من خريجين يجب النظر في أمرهم واعتبار وظائفهم مهمة جدا يجب الاستفادة منها الحقيقة في الأمر أن ما أدى إلى تدهور مهنة الهندسة في المملكة العربية للسعودية للأسف هو النظام هو محاولة تطبيق النظام الإداري على جهاز فني جهاز الفني لا ينطبق فعندما زج بالمهندسين تحت مظلة وتحت نظام التوظيف للإداريين والغير مهنيين ضاعت المهنة الهندسية بالكامل لأن الهندسة نفسها تتقسم المهندسين إلى رتب هندسية وهذا النظم العالمي الذي فيها الهندسة متطورة فمثل المهندسين أربعة رتب ثنين رتبتين منهم لا تعمل إلا بموافقة منه أعلى منه رتبة فهناك تنظيم في القطاع وتنظيم بين المهندسين أنفسهم هذا القطاع وهذا التنظيم إهمل فأصبح مثلا المهندسين فيه هناك المهندس والمشارك والمحترف والمستشار فمثلا لا يعمل ولا يوقع ولا يقبل توقيع المحترف والمستشار وبقية المهندسين يعملون تحت مظلة لكن ما حدث الآن أن يجاب المهندس والمشارك المبتدي فيرأس قطاع في القطاع المدني في الإداري فيصبح يتصرف كأنه جندي يتصرف بدل لواء قائد جيش فأصبح هناك فوضى إحنا ما نعاني منه هي عدم تنظيم المهنة بشكل عام بغض النظر عن الحواف الجر المادية وهميتها فالآن إحنا أصبحنا نعمل نظام مختلف عن ما يدرس عن ما يعلم عن الرتب الهندسية عن التنظيم المهني مثلا لو طبال لا يمكن أن طبيب عام يعمل العملية جراحية إلا بموافقة استشاري وأخصائي فالآن نجي أن المهندس المبتدي يعمل عملية تعدم البشر كثيرا لأنه لم يجد من ينظمه ومن يحد من تصرفاته فالذي صار عندما اكتشفت طبعا كانت جميع المنظمات الدولية تلح المملكة على تصنيف المهندسين وإعطاهم رتب بحيث لا يكون هناك فوضى إدارية في التطبيق المهني في واقع السوق ثم منظمة التجارة الدولية من شروط ضمام المملكة من قبل عشرين سنة اشترضت تصنيف المهندسين بحيث يكونوا موافقين للنظام العالمي برتب لكن فكثيرا منهم عندما بدأنا في التصنيف نظام مزاورة المهنة وجدت خدمة المدنية وزارة الخدمة المدنية أو الجهة إن هناك بعض الحوافز ستمنح المهندسين فأوقفوا التنظيم من أجل هذه الحوافز طبعا عدم عمل المهندسين في المملكة العربية وفق النظام العالمي وفق الرتب الممنوحة لهم حسب قدراتهم المهنية خلق فوضى في السوق وخلق أن هناك من يبتدي يعتبر يطلبون من المهندس المبتدي أن يعمل بوظيفة المستشار وهذا أمر مستحيل يعني دكتور محمد هيمي بالعملية فقط تقتصر في قضية حوافز وحقوق تعطى للمهندسين إنما أيضا يعني العملية عملية فوضى على مستوى التنظيم والاستفادة من المهندسين بالشكل المرتب والمنظم الذي يتحدث عنها المهندس السعود حقيقة صحيح ولو تسمحي لي أحفظك بس أضيف شيء على تقرير حقكم أنه متفائلين كثير التقرير أنه مدة 8 سنوات حقيقة أنه من أكثر من 12 سنة يعني مجالس الإدارة هيئة المهندسين من تقريبا من مجلس الإدارة الأول الذي كان رئيس المهندسة الربيع دكتور عبد الرحمن الربيع إلى الآن أربعة مجالس فيه ثلاث سنوات 12 سنة هذا الحد المسجر رسميا بهية المهندسين تطالب في الكادر الهندسي فهذه الماعة لو سمحتي للأحفظك بأن حقيقة ولو كانت هذه جزئية الكادر الهندسي أو الحوافز ما يسمى بحوافز المهندسين أو الكادر الهندسي يعني الحديث فيه كثير وطال كثير حقيقة وأنا أول مرة حقيقة يعني أشارك فيه برنامج يعني باسم الكادر الهندسي ليس قلالا من الرأي الزومة للآخرين إنما لن أعطي حقه علاميا والآن حقيقة كذلك يدرس في الجهات الرسمية إلى حدود يعني حدود علمي من الزملاء في مجلس الإدارة في هيئة المهندسين بأنه يعني في النمسات الأخيرة في هيئة الخبراء إنما يعني اللي خلاني في المرحلة في الحقبة الزمنية الحالية وفي الوقت الحالي من التشجع والمداخلة والحضور أنه يعني التوجهات توجهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي وولي العهد بإطلاق التحول الوطني والذي سيعنا إن شاء الله بوادره فيه 25 من شهر أبريل وفي هذه الظروف نتمنى بأن المهندس السعودي والمهندس بشكل عام يعطى حقه لأنه حجر الأساس في التنمية في مشاريع التنمية فيجب الاهتمام بدور المهندس وفي المهندس طيب إحنا ننتقل بالسؤال لدكتور عثمان دكتور عثمان أرحب بك مجددا وسؤالي لك إذا ما أردنا الحديث بشكل عام عن مخرجات كلية الهندسة حجم القبول بها حجم الخريجين يعني بشكل عام وضعها طيب أخت الفاضلة أشكر مرة أخرى استضافتي في هذا البرنامج الذي يمس شريحة مهمة جدا في المجتمع وهي شريحة غالية على قلوبنا شريحة المهندسين وكما هو معلوم بالضرورة أن المهندسين هم بنات نهضة الأمم وصانع أمجادها وحضاراتها على مر العصور ولا يكاد المرء يخرج من بيته إلا ويجد لمسات أو معالم واضحة صنعها مهندسون في مدننا السعودية وبالتالي في شتى المجالات في الهندسة المعمارية وهندسة التشييد والهندسة الكهربائية والميكانيكية وبعد ذلك الكليات أو كليات الهندسة أصبحت تستحدث الآن تخصصات هندسية نادرة متخصصة على سبيل المثال في كلية الهندسة في جامعة الدمام لدينا برامج في هندسة البيئة وفي هندسة الطبية الحيوية ورح إن شاء الله يتخرج أول دفعها من بناتنا من مهندساتنا إن شاء الله خلال أيام رح نزفهم للوطن الغالي أيضا هناك تخصصات دقيقة في هندسة النقل والمرور التي أصبحت حاجة ماسة وأيضا تخصصات الهندسة التشييد وهندسة السلامة إن شاء الله نعم لكن دكتور عثمان يعني بشكل عام هؤلاء الذين تحدثت عنهم توزيعهم بعد التخرج في سوق العمل وفي وظائف حكومية كيف سيكون وضعهم طبقا للأحوال الراهنة طبعا لا أخفيكم أن هناك إقبال كبير من مهندسينا على القطاع الخاص وذلك لأن القطاع الخاص قيمة أتعاب المهندس فيه تفوق بأضعاف قيمة أتعاب المهندس في الوظائف الحكومية وبالتالي هذا من الأشياء التي يجعل مهندسنا ولا يلان في ذلك أنه يذهب ليحصل على عروض أفضل ويعني أينما يذهب مهندسنا يعني يعتبر حقيقة يعني يؤدي عمله ونتاجه يعود للوطن إن شاء الله في أي مجال يذهب لكن حقيقة أنه نتمنى فعلا أنه الكادر الهندسي يرى النور يعني بعد هذه السنوات مرور هذه السنوات أتى الوقت آن الوقت الآن لخروج هذا الكادر الهندسي لنضع يعني هذه المهنة نصب أعيننا ونضعها سمح لي دكتور أثمان تقل بالسؤال إلى المهندس السعود يعني بعد صياغة الكادر الهندسي هل سنتوقع اعتماده قريبا يعني سمعنا أن هيئة الخبراء توصلت إلى أعداد الصيغة النهائية لهذا الكادر متى نتوقع اعتماده بالله نتوقع طبعا أن المصلحة العامة وعين الرائد الرشيد والصواب أن يقرر الكادر لأنه بتعطيل هذه الشريحة المهمة الذي يترتب عليها تنظيم السوق الهندسي في المملكة وعطاك الذي حقا حقا تصور أن المهندس يعمل في الدولة 30 سنة ولا يركع مثلا إلى مرتبة من مراتب الهندسة المهنية مثلا يصبح ما زال إلى حد لا يستحق رتبة في نظرهم فعدم التنظيم أضر بكثير من المهندسين أضر من مقارنتهم على جانب الآن عندما ننظر للمهندسة بصفتك كمستشار أو مهندس محترف أو كذا لكن تعطيل التنظيم أثر سلبا وإثر سلبا ثاني شيء الذي حدث في السوق العمل أن أصبح المهندس السعودي يلام على بعض التصرفات التي اتخذها مبتدئة الهندسة التي لم يجد ضوابطا تحد من بعض التصرفات الخطأ بل هم زج فيهم لاتخذوا قرارات أعلى من مستواهم المهني وأثرت في سمعة المهندس السعودي اثنين أنا أقول مثلا يقول الإقبال على القطاع الخاص الدكتور تكلم مشكورا المشكلة القطاع الخاص وزارة العمل جانحت إلى أن توظيف السعوديين في قطاع المقاولات وقطاع المقاولات من الوظائف الموقتة على مستوى العالم صور في الولايات المتحدة الأمريكية يوظف المهندس لمدة شهرين لأن مدة التنفيذ عشان الثلوج في بعض الولايات لا يتحدى شهرين ثم يوزع راته بعد 12 شهر فمعروف من قطاع الخاص وظائف موقتة فلكن الوظائف الدائمة هي تكون في القطاعات التي مستمرة مثل تطوير العقاري مثلا الصناعة مثلا الأشياء هذه فالآن يجب أن نعيد النظر في الوظائف الدائمة والمستديمة والاستدامة في الوظيفة ثم نعيد بأن لا يكون هناك مثل عملية السعودة الإجبارية بأن السعودي مجرد أعداد يزج فيهم بدون تفعيل لكن إذا ما تحدثنا عن التقسيم الاحترافي الذي تحدثت عنه التقسيم الدولي للمحترفين المهندسين يعني هو بالأساس يكون قائم على نوع التخصص أم الخبرة التي يقدمها في هذا المجال أعطينا تصنيم أولا لما الدكتور يقول تخصصات هو يعد 4 أو 5 تخصصات التخصصات الهندسية الآن أصبحت تزيد عن 250 تخصص على مستوى العالم اثنين التنظيم يحد من المهندس نفسه أن يجنح لأي تخصص ثاني غير تخصصة التنظيم للاتخاذ مثل الطبيب الطبيب العام يتخذ إجراء الطبيب الاختصائي يتخذ إجراء الاستشاري يتخذ إجراء فهناك تنظيم يحدد القدرات ويحدد التخصصات وهذا ليس غريب هذا موجود في العالم ونحن دارسين وكام مهندس أي مهندس ملم في هذه الأشياء لكن ما يبقى إلا تشريعه وتقنينه والآن اللي قاعد يصير نهيك عن أشياء ثانية أن الآن التزوير والمهندسين القطاع الخاص ويتصرفون على أنهم مهندسين ومحسوبين على القطاع الهندسي فإحدى القضايا اللي كنت أمارس فيها التحكيم ثلاثة مهندسين في مشروع كلهم مزوري ثلاثة فتصوري أنهم ثلاثة يديرون مشروع مشروع مصانع مشروع وكلهم ماذا بقى في المشروع من جودة ماذا بقى فيه من أمانة ماذا بقى فيه من أشياء فيجب أن يكون هناك تنظيم بحيث أن كل شخص يمنز رقصته المهنية لتوهل لعمل هندسي محدد في بدون هذا التنظيم سنصبح في فوضى وسيلام المهندس ويفقد سمعته ويفقد قدراته ويفقد كل شيء ويسن هناك تداخلا في التخصصات وفي القدرات المهنية اللي مفروض ما يرتقي لها إلا من هو موحل لها نعم مهندس دكتور محمد يعني بشكل عام مثل هذه الفوضى في التنظيم كيف تنعكس على المشاريع الحساسة التي تسلم للمهندسين طيب اسمحي لا أحفظك بالعودة للتصنيف اللي أشار له المهندس سعود وحقيقة هو التصنيف العالمي المهندس الجديد ومشارك ومحترف ومستشار طبعا عشان بس نعطي الموضوع حقه من النقاش الكادر الهندسي هو يعني ليس سلم رواتف فقط بل منظومة عمل متكاملة منظومة تدريب يعني أن المهندس يأخذ درجة البكالوريس معينة في تخصص هندسي ومن ثم يحصل على تدريب تحت إشراف مثل ما تفضل بشمهندس سعود مهندس متخصص آخر ومن ثم خلال العمل حتى في خلال العمل نفسه في تصاميم في تنفيذ في إدارة مشاريع في طرق في مباني كل تخصص معين أو كل فترة معين يقضيها المهندس يحصل على نقاط معينة تأهله للترقية في الكادر حقيقة يعني حتى يعطي المهندسين أنفسهم تمائز يعني مهندس مثلا خليج 2007 غير خليج 2014 غير خليج 99 ممكن واحد في 2007 بتقديرات والأداء الوظيفي يتعدى خليج 99 في حقيقة الكادر ليس فقط مزايا مالية بل منظومة بل منظومة كذلك تكاملية إذا طلع المهندس من القطاع العام الحكومي إلى أرامكو إلى سابك نفس الدرجة إذا طلع خارج المملكة كذلك يعرف يعني لغة واحدة نتكلم لغة عملية وعلمية ومالية واحدة يعني طب يعني هل نتوقع بعد صياغة الكادر أن يكون فيه عدل أو أخذ فيها في الاتبار هذه سيكون فيه عدل طبعا بما يستحق المهندس من مزايا مالية وتأمين طبي واستقرار بالإضافة إلى جودة المشاريع كذلك يعني لو سار فيه وقت بس أن أستعرض نتائج ورشة عمل عقدت قبل السنة نشوف بس أسباب تأخر المشاريع طيب هذه نحن نرجع لها لأنها نقطة مهمة لكن قبل ذلك نقف أعزائنا المشاهدين مع هذه الأحصائيات عن المهندسين في المملكة نشاهدها ثم نعود ترجمة نانسي قنقر مهندس سعود تعليقك على الإحصائيات أولا عدد المهندسين السعودين 35 ألف زي ما شفتي حول النسبة الثراوح حول 12% للأسف وهذا تلام على الجامعات أن عدد المهندسين السعودين بالنسبة لعدد السكان من أقل الأعداد رغم احتياج المملكة ورغم أن ضخمة المشاريع والمملكة مقبلة على صناعة وعلى تحول استراتيجي فعدد المهندسين لم يزل ضئيل جدا مقارنة مع الدول الأخرى مثلا نجد الأردن الآن خمسة هنفار لكل مئة شخص فأصبح عدد كبير مقارنة يعني حول 5% الأردن والمانيا ودول كثيرة عدد الأشخاص بعدد السكان لكن المملكة ما زال متأخرة وهذا تلام عليها الجامعات عدم وجود محفزات اللي كانوا يضعون عراقيل أنهم يطلبون إنما يدخل الهندسة لا ما درينا بغي يكون لكنه ممكن بالتدريب والتطوير أي إنسان يصل إلى أي مستوى فمثلا نامل من الكليات والهندسة أن تلبي العدد المطلوب بدلا التخصصات والأشياء سوق في العمل يعني يجب أن يكون هناك توافق مع احتياج السوق المهني مع كذا لكن ما زلنا إلى حد الآن نتكلم عن أعداد ضئيلة جدا مقارنة مع الحاجة الحالية ناهيك عن ما هو مستقبل المملكة عندما تحول إلى بلد صناعي عندما تنتهي هذه المشاريع وتحتاج تشغيل وصيانة عندما نحن نحتاج يعني في أحد التقارير قيل أن المملكة تحتاج يقولون مليون يعني فأنا مش مستقرب من بلد زي المملكة بضخامة المشاريع بالخطط التطويرية والاستدراجية والرؤية القادمة للمملكة أن تكون هذا الرقم أن يتحقق رغم أنه نوع من الخيال لكنه المشاريع والطموحات القادة أكبر مما يتصورها الإنسان العادي نحن نامل أن يكون هناك عداد خرجين ورفع عدد المهندسين إلى نصف مليون إيراني يتخرج منها حوالي 300 ألف سنويا في دول كثيرة يتخرج منها أعداد كبيرة وبذلك تستطيع أن تبقى في السوق الماني فيجب أن نكون في حد كبير من أعداد المهندسين لأن المهندس يعتبر ركيزة التنمية ويعتمد عليه ودول كثيرة تستفيد من الضرائع المهندسين اللي يعملون في الخارج ما هو عدل اللي يعملون في الداخل طيب نحن نرى تعقيم الدكتور عثمان على هذه النقطة قضية التوسع في القبول لطلبة الهندسة وتخريجهم تفضل دكتور عثمان طبعا لا أخفيك أن هناك توجه أو توجيه لنا بقبول أعداد أكثر كل سنة بشكل تدريجي لأنه هي أيضا عملية موازنة بين الموارد لديك في الجامعة وبين الضبط الجودة الآن أغلب الجامعات السعودية مقبلة على جودة والجودة تحتم عليك في بعض الأمور أنك ما تدرس أكثر من 20 مهندس في فصل دراسي واحد وبالتالي هناك لا أخفيكم تحديات كثيرة تواجهنا في الجامعات ولكن نحن إن شاء الله في صدد التغلب على مثل هذه التحديات لكن هذه ضوابط يعني لا نستطيع الخروج عن معايير العالمية التي توضع للبرامج الهندسية العالمية وبالتالي هنا أيضاً ضبط للجودة وضبط لعمليات القبول طبعاً يعني كل سنة هناك في كلية الهندسة وكلية العمارة والتخطيط وكلية الصاميم يعني تعتبر هذه إنجينيرين كلاستر يعني أكثر من عشر تخصصات يعني جامعة الدمام يعني تخرج ما يقارب المائتين إلى ثلاثمائة مهندس في هذه المرحلة الآن وبعد ذلك إن شاء الله رح تزداد الأعداد ولكن بناء على الموالد لكن أيضاً لا أخفيكم أن ليس كل الخريجين في جميع القطاعات يجدون أعمالهم بسهولة يعني يعني برضو نحن نخرج صح مهندسين لكن لا توجد يعني السوق ليس مفتوح لهم كما نتصور وأن المهندس يعني خاصة في القطاع الخاص مثلاً يطلب خاصة هذه السنة كان فيه شوية يعني شح في بعض الوظائف وبالتالي لا نريد يعني نلقي اللوم على الجامعات ونخرج نحن مهندسين ولكن لا يجدون مثلاً الوظائف التي يعني تناسب خاصة بس الجامعة ما يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه النقطة يعني إذا كان السوق يحتاج عليها أن تقوم بتخريج يعني الأعداد المناسبة قضية أن يتوظفون يعني أنا معك أحسنتي لكن يجب أختي الفاضل أن يكون هناك خطط استراتيجية للجامعات مبنية على خطط استراتيجية يعني أيضاً من الوزارات ومتطلباتها لو أنها كانت مبنية يا دكتور عثمان بالطريقة هذه لما رأينا تخصصات أخرى يعني أقل أهمية من الهندسة وفيها الطلبة يتخرجون بأعداد زائدة وبالفعل لا يجدون لهم مكان في الوظائف الحكومية ولا حتى سوق العمل بشكل عام طبس خليناً نتجاوز هذه النقطة وأنتقل للدكتور محمد دكتور محمد كنت تتحدث عن احترافية المهندسين وعلاقتها بمشاريع التنمية تخطر لأن حقيقة موضوعنا عن الكادر وعن حوافز المهندسين بالتالي يعني من واقع تقارير نزاهة طبعاً قبل سنة من الآن تقريباً ومن خلال سنة إلى الآن لم يعقد ندوة مثل هذه الندوة طبعاً هذا في 23 أبريل 2015 قبل سنة تقريباً من الآن ووضح المشاركون فنلندو التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد معنوعة تعثر المشاريع الحكومية التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول بمشاركة فزارة الشوال البلدية والقروية ووجهات أخرى إن غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات وتصميم وعدم الاعتنام بعداد وثائق المشاريع قبل طرحها للمنافسة تأتي من أبرز الأسباب المؤدية إلى تعثر المشاريع إضافة للقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث المواقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج الترخيص وتقارير التربة وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة واستخدام نفس كراسات الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع على رقم الاختلاف ما بينهم هذه كلها حقيقة أنا يعني هذه خلاصة الحلقة النقاش أو الدراسة وراها طبعا هذه كلها مهندسين المهندس لو لو أعطي حقه حقيقة ماديا ومعنويا ووظيفيا بالتدرج بالتأكيد لن يكون هناك تسرم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو إلى خارج المملكة حتى في زملاء مهندسين يعملوا في بلدان مجاورة حقيقة وهذا حق طبيعي حق مشروع عرض وطلب ففي القطاع الحكومي هو حقيقة المغذي سواء للقطاع الخاص مشاريع القطاع الخاص هي قائمة على المشاريع الحكومية حقيقة فضروري من الضرورة حقيقة بمكان الاهتمام بالمهندس في القطاع العام بداية وبالتالي سينعكس ذلك على جودة المشاريع على الاقتصاد الوطني بشكل عام على سلامة المنشآت نفسها على كل شيء فيما يخص المشاريع الهندسية طيب خلينا في هذه النقطة نأخذ مداخلة المهندس حمد الدعيلج وهو أحد المهندسين في الجهات الحكومية مرحبا بك مهندس حمد مرحبا فيكم وأهلا فيكم سعد الله مساءكم وبضيحك الكريم مهندس حمد يعني إذا طلبت منك توضح لي صورة المهندسين وواقعهم في الجهات الحكومية الحقيقة دعيني الحقيقة أن تكلم بواقع المهندسين الحقيقة في الكادر الوظيفي الحكومي الحقيقة يعني في عبارة تردد على مسامعنا نحن كمهندسين على وهي أن نريده كادرا وليس عاكرا نريده كادرا وليس عاكرا ينأكل صفوه كل مهندس لنبدل كل الأحلام أين نحن عن مسام الوظيف المقنن الذي يعكس غرض الطريق كل مهندس للبلوغ لأقصى درجات المهنية والكفاءة الفنية في الأسف أصبح حال المهندس الآن كالذي يثير طريق مظلم لا نوجد به لا لوحات استرشادية ترشده بكيفية التغلب على العقبات الطريق ولا يعلم إلى نهاية هذا الطريق هذا حقيقة باختصار هل ترى أنه في معظم الجهات الحكومية يتم الاستعانة فيها بالمهندسين الأجانب مقارنة مثلا بالسعودين لأن فيه عزوف من قبل المهندسين السعودين على شغل الوظائف الحكومية داخلها بالسهل موجود هذا الحال نكحة لجميع الجهات الحكومية لأنه للأسف هم يرجعوا آدتا إلى المكاسب الاستشارية في هذا الجانب وكذلك المهندس السعودي للأسف لا يجد من يمزق يده إلى جدد الطريق لا يوجد مسار وظيفي واضح حتى الآن نعم نعم فبالتالي تنسى بعض الجهات الحكومية إلى وجود مكاسب استشارية لتسهير بعض المشاريع لديها مع أنه للأسف هناك أسف الحقيقة في بعض المهندسين السعوديين فبالتالي وجود مكاسب الاستشاري وجود افتضل الأوضاع الراهن الآن بما تشاته المملكة من مشاريع يعطيك العافية مهندس حمد الدعي لجو أحد المهندسين في الجهات الحكومية شكرا جزيلا على مداخلتك يبدو دكتور محمد أن لك تعقيب على مداخل تتفضل حقيقة الاستطراد بس مداخلة الزميل الكثير من الجهات الحكومية استغنوا بمكاتب استشارية متخصصة ولو صرفت المبالغ هذه على مهندسين أهلوا ويكون فيه سلم وظيفي كادر أو كادر وظيفي مخصص للمهندسين فقط لأن حقيقة من غير العدل أو مهندس الحكومة أو الحكومي في ظل النظام القايم دوامه من 7.5 إلى 2.5 وراءه مشروع يبغي يستلمه يبغي يتابعه المفروض أن يكون من الساعة 5 وانتهي الساعة 5 في المساء لا يوجد أحد فيعطيه البديل هذه ولو أعطي بديل شهر شهر نص ثلاثة أشهر أربعة أشهر لن يستمر فمن الضرورة بمكان أنه حتى في اللي أعرف نظام الخدمة المدنية حتى لو بعض المدرى يتصرفوا بصرف انتدابات معينة نظام مسموح شهرين وموافقة معه للوزير وزير المصلحة إلى ثلاثة أشهر كذلك ما تغطي فالمهندس يعني ما عنده ذي كل ما عنده يعني التفرق التام لمتابعة مشاريعه تلقينوا حتى لو بعض المهندسين حقيقة وهذا حق كذلك الطبيعي مشروع لأنه عمل مهني ممكن يشتغل فيه خارج الدوام أونلاين بأي مكان فيه تخصصه والمفتر لو عمل له حوافز ولو درس وقته هذا وعطي لصالح المصلحة حقته اللي كان أفضل مننا يشتغل هو الجهة أخرى أو المكتب الاستشاري يتعاون مع مكتب الاستشاري أو مع مكتب متخصص نعم مهندس سعود نحن أيضا نجد كانك تبغى تقول شيء أو تعاقب بأمر لو الله أنا عندي أمرين أول شيء من ناحية الأعداد وخوف الجامعات من الزج بمهندسين وكل عمل لا يتعامل نحن الآن خرجين السعوديين المبتعثين ومن الجامعات السعودية لا يتجاوز 3000 سنويا ولو رضرنا للجانب الموجودين حسب إحصائيته المهندسين أنا عرف أنه 220 بسر يوم نزل العدد حوالي 175 يعني بعد 15 سنة ستغطي جامعاتنا احتياجنا مع العلم أن كثير من الناس يتعرض لظروف لا يعمل مهنيا أو يعني يقدر القضاء والقدر يعني فلا يمكن أن نستمرون فنحن في عجد شديد أو في عدد المهندسين اثنين ما يتكلمون عنه من الحوافز المدية أول شيء إحنا عندنا ما لن نتكلم عن نظام داري يطبق على جهاز فرني هناك بعد متكامل مهما نعد من العيوب لا يوجد ارتباط فكون المهندس يرتبط إداريا بإدارة غير مهنية أثرت على جودة العمل تمرر أشياء من مديره مهنيا وهي غير لايقة وغير صالحة يجب استقلالية الجهاز الفني في قراراته من الخرم إلى نحة المشروع من البداية ويجب أن ينحيد بكل استقاليته مثل الطاقم الطبي في المستشفى ليس المدير المستشفى السلطة أن يعملون عملية ولا يعملون عملية فنحن ننادي بنظام عالمي متعارف عليه مطبق في جميع دول العالم ونحن الآن في المملكة اللي قاعد تدفع وزارة المالية للمهندس اللي يجي كوالا فايد حسب النظام العالمي يصل بعض الإدارات إن تدفع لها 450 ألف راتب شهري تدفع الدولة ولا تدفع للسعودي 7000 ريال هناك يعني خلل نحن نريد نفس المعيار الأجانب نحن نريد نحامل مثل ما يعامل الأجانب نحن لدينا القدرة نحن لدينا قادرين نحن القادرين على اتياز الاختبارات المهنية الدولية المتعارفة كثير من السعوديين حاصرين على رخص دولية الآن نريد أن نحامل نفس المعاملة لكن لا يمرر الآن مشاريع الدعم الفني أنا أعتبرها تقميل للجهات الحكومية المئة وخمسة سبعين ألف حظلة يعملون في الحكومة السعوديين اللي يعملون في الحكومة كمهندسين اللي يتجازون خمسة تلاف مهندس خمسة تلاف وزي ما قال مظلومين ومطرودين ويأخذون الفتات يأخذون أقل من رئيس قسم نظافة في الشركة من الشركات اللي تشتغل معهم فمثلا نحن نريد نفس الحوافز إحنا في بلد نطالب بأن نكون نفس الأجانب لأن نطالب أن نعطي ميزات لكن حتى أيضا قضية الاعتماد على الأجانب في القطاع الخاص هل تشوف أن الموضوع أيضا يدخل في جانب الثقة؟ يعني ربما هم يثقون في المهندسين الأجانب أكثر من السعوديين مثلا أنا لما عندي يصار غير مصنف يقول لي ما يعرف الصقري شوي عندي مهندس ما أعرف أقيمه ما قيم حسب الستاندر الدولي وعندي مهندس مكيم لكن هذا يمكن أعطيب منه يعني نحن نريد أن يطبق النظام الدولي في التصنيف في قدراتنا كسعوديين مثلنا مثل العالم نحن لا نطالب بميزات خارجية نحن لا نطالب بأشياء في هناك المبدعين السعوديين على مستوى العالم الآن في سعودين يعملون في فرنسا في أي دولة في العالم نحن بشر زي أي بشر ثاني نحن لا نطالب أن نعامل خارج المنظومة العالمية نطالب بتطبيق النظام العالمي نطالب أن ناخذ حقنا مثل المهندس الجنبي لا ينفرد بعض الإدارات بعقود خاصة ويدفع لحد 250 ألف للمهندس الجنبي ويبخل بعشرة ألاف أن يمنحها للسعودي ويعطل الآن الدولة تدفع مليارات للمهندسين الأجانب ومحيز أن السعودي ما زال في حالة يعني يبحث عن فتاتر نعم فنرجو معادلة طبيعية نعم يتكامل معه نظام الخدمة المدنية أجبر الكثير وحقيقة المقام السامي في تكليف شركة أرامكو بإدارة مشروع جامعة الملك عبد الله الله يرحمه بالإضافة لجامعة الأميرة نورة كذلك يعني أرامكو مثل متفضل الزميل مهندس سعود الكفاءة اللي فيها زملاء ومهندسين وسعوديين إنما لديهم مميزات مالية وتامين طبي واستقرار وظيفي بالتالي هنا أبدأ بالإضافة لأنه يعني النظام العمل هناك لا يخضع إلى نظام مشاريع الحكومية ثلاثة عروض أسعار والأقل والأكثر فبالتالي مشت المشاريع بالإضافة أو مثال آخر بعض الجهات الحكومية حقيقتا الآن بدأت تتخلص من عباءة النظام المشاريع الحكومية وتحديدا أو بداية وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم سابقا أنشأت شركة متخصصة سمية تطوير هدفها الآن وهي حقيقة يعني فكرة رائدة جدا وراقية جدا ونتمن لها إن شاء الله النجاح وأن يتروها الكثير في الجهات الأخرى إنه المشاريع الهندسية والمشاريع المدارس والجامعات الآن تطرح مباشرة دون الرجوع إلى نظام المشاريع الحكومية بطريقة أو بآلية معينة بين شركة تطوير ووزارة المالية فهذه حقيقة آلية إحنا ما نبغي أن نصل يعني لو كل جهة سوت الشركات هذه ليش ما نصحح الأساس نفسه الأساس الاهتمام بالمهندس في منظومة العمل الحكومية لو تم الاهتمام به وإعطاه حقه كما يستحق لما حصلنا أو لما لجأنا إلى الكثير من الحلول نعم أنتقل بالسؤال لك دكتور عثمان دكتور عثمان يعني التخصصات المتعددة في الهندسة يعني داخل الكلية كيف ترى نسبة الطلبة فيها هل هم متفاوتين داخل هذه التخصصات بمعنى أن تخصصات أخرى يعني فيها نسبة طلاب أكثر من غيرها طبعا لا أخفيك أن التخصصات الحديثة دائما يكون فيه توجس من بعض الطلاب في الدخول لها ولكن أو الإقبال عليها ولكن هي يعني من يطلبها مثلا يعني الأمبلويرز يعني أغلب الناس يعني يسألونها هندسة نقلم عندكم نبغى خريجين نبغى البيوميديكال انجينيرينغ نفس الشيء الهندسة الطبية الحيوية المستشفيات تحتاج عندنا ما يقارب في بعض المستشفيات تصل 70 ألف جهاز نحتاج هؤلاء المهندسين وبالتالي هناك حاجة لكن في بعض التخصصات الحديثة زي الهندسة البيئية لا يوجد تصنيف لسه في وزارة الخدمة المدنية وهذه يعني تضع جوانب استفهام الهندسة البيئية الآن يعني الونايتد نيشنز يعني صارت الآن التلوث البيئي والتطلعات لها واتفاقيات الدول يعني يجب أنه كل مصنع في السعودية فيه ثلاثة أربع مهندسين بيئة نحتاج هؤلاء لكن لسه حتى القطاع نفسه ما فيه يعني استقبال لهؤلاء المهندسين يعني خرجنا أول دفعتين ما شاء الله توظفوا على طول بعد كده الدفعة الثالثة يدوب يعنيها نخشى أنه فعلا يعني يعني أن القطاعات ما تتعاون مع بعضها القطاع الصناعي مع الجامعات مع أن نحن صنعنا أو أنشأنا وأسسنا هذه البرامج لخدمة هذه يعني وبعد استطلاعات منا لحاجة سوق العمل فيه مهمة يعني نقطة مهمة جدا نتكلم عنها الإخوان بالنسبة للكادر الكادر مهم جدا أنه يرى النور كما أسلفنا لكن الأهم من ذلك تهيئة البيئة التي يمارس فيها المهندس عمله أنا ما أبغى أخرج مهندس ما يصمم ما يشرف على التنفيذ وبالتالي إذا ما قارننا يعني يعني الهيئة الطبية أو الوزارة الصحة هناك ممارسين صحيين الطبيب يعمل في مهنته لكن المهندس في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي وزارة الإسكان لا يقوم بالتصميم كما يجب لا ينفذ لأنه التصميم يعطى مكاتب هندسية التنفيذ يعطى مقاولين الإشراف مستشار خارجي وبالتالي كيف نريد من مهندسنا أنه يبدأ إذا ما كانت هذه الوزارات هي من ينفذ ويصمم مشاريعها بمهندسينها وكوادرها السعودية لذلك مهم جدا في الدول الأخرى نرى وزارة الأشغال مثلا وزارة الأشغال هي من تقوم بتصميم وتنفيذ والإشراف على المشاريع لجميع الوزارات الأخرى لكن هنا هل نرى أنه يكون هيئات هندسية في الوزارات المختلفة أنا أرى أنه فعلا يفعل أولا ونهيئ البيئة للمهندسين قبل أن نتكلم عن الكادر إذا الكادر كيف ستقيم مهندسك في التصميم وأن تكاتب أنه يصمم وهو في الواقع لما توديه البلدية لا يصمم ولا يضع أي خط إنما يشرف ويقول هذه مقبولة لدينا في مواصفات البلدية إذا لا يصمم بنفسه دكتور عثمان طيب الآن وش التخصص يعني اللي أكثر فيه توسعا في القبول وإقبالا أيضا من قبل الطلبة أنت تكلمت الآن عن التخصصات التي أنا لا أخفيك أنه أكثر تخصص إقبال عليه هو هندسة المباني لأنه يجمع حلقة وصل بين العلوم الهندسية الأخرى بين الداخل في عملية البناء وهذا يندرج تحت كلية العمارة والتخطيط قسم هندسة المباني يعني يشمل كل العلوم الهندسية الكهربائية والميكانيكية والبيئة وأيضا التصميم وإدارة المشاريع والإضاءة والصوتيات كل هذه تأخذ في عين الاعتبار في مهندس واحد يأخذ هذه العلوم يعني الاعتبار في مراحل التصميم وبالتالي تجدين المهندس عنده مهارات يعني كبيرة جدا ويعني مهندسين خرجنا من هذا القسم ما يقارب الأربعمائة مهندس خلال يعني تقريبا عشرين أو ثلاثة وعشرين سنة وبالتالي ما زال الإقبال شديد على هذا التخصص هندسة التشريد نفس الكرام لكلية الهندسة لأن هندسة التشريد إقبال مهول يعني صراحة ما زالوا يريدون الكثير لكن تبقى ريسورس يعني نعم دكتور عثمان أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في هذه الحلقة دكتور عثمان الشمراني عميد كلية الهندسة بجامعة الدمام يعطيك العافية شكرا جزيلا أنتقل بالسؤال لك مهندس السعودي يبدو أن لديك تعقيب على دكتور عثمان حيث أثار مجموعة من المحاور كون المهندس يتخرج الآن الجامعات يجب أن تتخذ دور ثاني في عادة تهيل مرونة أن يكون المهندس في أكثر من تخصص تعرفين بعد أن التخصصات عندما يكون القاعدة الهندسية موجودة عند المهندس نجد في أمريكا أن المهندس معه خمس ماستر دقري في تخصصات مختلفة فيكون السوق متقلب والسوق لا يمكن أن يستطيع على السوق والاحتياجات مرى الاحتياج للهندسة المدنية مرى الهندسة الكهربائية مرى البيئة مرى غيرها فيجب أن يكون الجامعات توقف السوق وتتغير بحيث تلبي احتياج السوق ويكون ليس فرضا أن تخرج الهندسة المدنية يبقى طول عمر يمكن يؤحل يكون كهربائي يكون إدارة مشاريع فيكون في مرونة في الجامعات لما بعد التخرج وتحويل المهندسين باحتياج السوق وهذا موجود في الجامعات الغربية اثنين يسأل الدكتور يقول وين اللي يصممونه كذا من أخذ نصيب المهندسة الحقيقي أخذها المزور عندما أتكلم لك مشروع واحد ثلاثة فيه مزورين ماذا بقى للمهندسة الدخلاء الناس الذين يمارسون المهنة بدون ضوابط الآن يعني يجب لكن أنت عندما تريد أن تحد من السوق وتضبط ولا يوجد لديك خرجين ولا مهندسين سعوديين حقيقيين فتكون مصيبة فالشح يعني الندرات جعلت الناس يتمادون وجعلت بعض الجهات الحكومية تخلى عن تطبيق العنظمة لعدم وجود هذا لكن الآن نريد مهندسين ونريد نظام ونريد مجموعة متكاملة حتى نصل إلى طريق السليم نحن نعاني الآن من الدخلاء في المهنة ومن التخبط في الفوضى نريد تنظيم نريد كادر نريد كل شي لكن عندما أريد مهندسا يعمل لكن بيجر زهيد لن أجده في العالم يعني حتى أن المهندس يكون يهاجر يروح لأي مكان نريد أن يكون عملية متكاملة معالجة يصلح لكل جوانب دخل مادي ودخل مهني وقدرات ويكون فيها تهيل من الجامعات إعادة تهيل ليس هناك أمر صعب يعني وكل الجامعة وحنا مثل أي بلد الله مهندسين سعوديين أكفا خلال فترة وجيزة عندما نضع خارط الطريق هدفنا منها الوصول بمهندس كفو ومهندس دخله ممتاز ويكون سوق جاذب ويكون يعني ياخذ حقوقه لكن عندما يشتغل 40 سنة ثم نتخرج ما منحته رتبة ما يدري هو مهندس مبتدي ولا مهندس خبير يعني تخبط في السوق لكن صوري واحد ماشي مثل في أرانكو بعد 40 سنة يكفيها أن حصل على الدورات يكفيها أن الصنف في أعلى درجة يكفيها كلهم يتلقف في السوق لأنها أصبح مهاني برتبة معينة نعم تفضل يا دكتور حقيقة عندي بس إضافة أثني على كلام الدكتور عثمان فيما يخص الجودة المخرجات كلية الهندسة يجب حقيقة أنه نحترم الجودة وهي المعيارة الأساسي في تخرج سواء هندسة أو غير أي تخصص آخر فهذه حتى لو السوق يطلب ونحتاج أكثر إنما معايا للجودة فتخرج يجب أنه فعلا أتفق معا تأخذ حقها من الدراسة وحقها من التطبيق الموضوع الآخر والعلى الدكتور عثمان ما أطلع على يعني محتوى أو مرفقات الكادر الهندسي الكادر الهندسي مثل ما سبق أن تحدث هو ليست حوافز مادية فقط بل منظومة عمل متكاملة منها فعلا مثل ما أشار إلى أن المهندس عمل تصاميم أو عمل في مشاريع طرق مرافق صحية كل هذه ضمن سلسلة معينة من التقارير الاختبارات التقييم يعني منظومة عمل وهي حقيقة مثل ما تفضل مهندس سعود كذلك عالمية متعارف عليها لغة عالمية العمل الهندسي أو الكادر أو الكادر الهندسي فهي الكادر الهندسي بإذن الله سوف يلبي كل اللي تساءل عن الدكتور عثمان يعني عمل متكامل لمهندس محترف ومهندس جيد إلى مشروع كذلك ناجح ومشروع يعطي أو يؤدي الهدف من إنشاؤه خليني أضيف بس عدد المهندسين المهندسين الأجانب اللي في سعودية لشار والاها الزملاء تقريبا التقرير 200 وشوي يعني منهم 180 ألف تقريبا مهندسين أجانب للأسف الكثير منهم تعلم الهندسة عندنا هنا وفي بلدنا وبفلوسنا إحنا يعني وهذه طبعا يعني ليست مننا ولا هي بغريبة إحنا إحنا نستقطب ونتعلم ونتمنى إنما حقيقة المهندسين الأقل من أربع سنواتنا تمنى فعلا تفعيل عدم استقدامهم إلى السعودية اللي تقديره مقبول كذلك يجب أن لا يستقدم إلى السعودية لأن زملانا وشبابنا اللي هنا حقيقة أكثر كفاء أكثر كفاء وهم أولبا بإطار الفرص بالإضافة إلى الاختبارات المهنية كذلك والزملاء فيها المهندسين السعوديين بدأوا باختبار المهندسين السعوديين والمهندسين الأجانب 180 ألف ما أحد سألهم ولا أحد عمل لهم باختبار هم كذلك أولى بالاختبار لأنهم اللي يديروا دفة المشاريع طيب إحنا وصلنا إلى ختام الجزء الأول في هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر شكرا لك دكتور محمد بن مصفر الخفعمي استشاري متخصص في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي شكرا جزيلا لك كما أشكرك جزيل الشكر المهندس سعود الدلبحي محكم وخبير هندسي شكرا جزيلا لك يعطيكم العافية أما الآن عزائنا للمشاهدين فنتقل إلى الفقرة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم حيث في إنجاز علمي غير مسبوق لطالبات المملكة في المشاركات العلمية في الأولمبياد العالمي حيث حققنا أو حققت شادن الشمري طالبة الثانوية التاسع عشر في مدينة حائل ذهبية أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات كأول طالبة سعودية تحقق هذا الإنجاز للوطن في تاريخ الأولمبياد الأوروبي للرياضيات ونالت المملكة المركز الخامس عشر من أصل تسعة وثلاثين دولة أوروبية مشاركة في هذه الفعاليات الرياضية الأوروبية نشاهد هذا التقرير بطمنا كرمت كرمت عروس الشمال حائل باسم الوطن الطالبة شادن الشمري الحائزة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الأوروبي في الرياضيات كأول طالبة سعودية تنال هذه الجائزة وذلك خلال الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وأقامته الإدارة العامة للتعليم تزامنا ما الاحتفال بجائزة الأمير سعود بن عبد المحسن للتمييز السلوكي لطلاب مدارس المنطقة يعني أنا ما أستغرب هذا أنا أعتقد أنه بناتنا وأخواتنا عندهم الحمد لله نفس العزم ونفس القوة ونفس الذكاء ونفس المقدرة كل ما هنالك يريدون الرعاية فهذه الحقيقة يعني مثل لكثيرات ما في شك شهاد مميز أجواء احتفالية رائعة شارك فيها الجميع وسبق للطالبة المتفوقة شادن الشمري نيل جوائز متعددة وفي محافل دولية مختلفة بعد أن وجدت الرعاية الأسرية والاهتمام المدرسي والدعم الحكومي حصول ابنتنا الطالبة شادن بنت نايف الشمري على الميدالية الذهبية على مستوى الدول الأوروبية وهذه سابقة للدول العربية وأيضا الشرق الأوسط بالحصول مثل هذه الجوائز ولله الحمد كان قبلها حصول على ميداليات ذهبية باحتفاليات أخرى كرّمت شادن وكرّم المتفوقون سلوكيا وهكذا هو وطن الحب والوفاء استوديو الإخبارية عبد العزيز عيادة حائل نحن الآن نرحب بشادن الشمري معنا كمداخلة عاتفية شادن الشمري هي أول طالبة سعودية تحقق ذهبية أولمبياد الرياضيات الأوروبي مرحبا بك شادن أهلا شادن حدثيني عن ظروف حصولك على هذه الجائزة بداية الأولمبياد الأوروبي للبنات هي مسابقة ضمن مسابقات الأولمبيادات الرياضية التي منها الأولمبياد العالمي للرياضيات الخليج والأولمبياد دول البلقان هذه المسابقة تقام كل سنة على مستوى دول أوروبا لكن يسمح لدول أخرى بمشاركة مثل وليات المتحدة الأمريكية اليابان المكسيك الهند ومنها المملكة العربية السعودية وقيمة المسابقة لهذا العام في رومانيا وحسو لله الحمسي طيب شادن في صعوبات معينة واجهتك للحصول على هذه الجائزة أنا شاركت في نفس هذه المسابقة قبل عامين وكانت المسابقة مقامة في تركيا بالنسبة لي كانت المسائل صعبة جدا بسبب طرف التجريب التي حصلنا عليها لكن الحمد لله التعاون بين وزارة الدعليم واسس موهبة بين المعظم الصعوبات التي واجهتنا كذلك تعاونت فهم أثرنا ودعمهم ساهم في تخط العقبات طيب بشكل عام أنت كيف تشوفين حرص وزارة التعليم على المبدعين أمثالك الحمد لله وزارة التعليم حريصة جدا أكتشاف المواهب وطلب الموهبين ومن ذلك برنامج المشروع الوطني للتعرف على الموهبين مع تعاون مع مؤسس موخبة أيضا إنشاء وصول الموهبين في شدة مناطق المملكة إقامة المتقات التدريبية للموهبين في كل صيف هذه كلها تدل على حرص الموهبين على دعم الموهبين طيب هل أنت حصلت على مثلا دروس معينة دورات معينة قبل أنك ما تخذين هذه التجربة أو المسابقة لا لكن وزارة التعليم بالتعاون مع موهبة قاموا بإنشاء برنامج التفريق ورنامج التفريق هذا أنهم يضعون المناهج إلى منصف الدراسي الثاني بحيث أنه اختباراتنا النهائية ثم نذهب إلى جامعة الملك عبدالله بعلوم وستقنية من أجل التدريب وفروا لله الحمز أنا مدربين عالميين ذوي كفاءة عالية يدربون في مختلف مجالات الرياضية طيب شادل لو سألتك يعني بصراحة كيف تشوفين واقع التعليم لدينا هل هو بالفعل قادر على يعني جعل مثلا منسوبيه يخوضون مثل هذه المسابقات يعني رأيك في الموضوع ككل بالنسبة لمقردات التعليم لدينا جيدة جدا خاصة بعد تطوير المناهج وجود ذات التعليم في تطويرها يعلم بصورة وشكل المصبوب لكن تطلب الطالب المزيد من التدريب مو بسبب يعني مو سبب الخفاظ المستوى عندنا لا احنا المستوى عندنا في المناهج ممتاز جدا لكن طبيعة للنقردات الرياضية تطلب مزيد من الجهد بالمطالب وهذا نرى يعني كثير من الدول الرائدة تقوم تدريب طول طلال تدريب خاص بالهم من نجل للنقرد الرياضية نعم شادن الشمري أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك يعطيك العافية شادن الشمري أول طالب السعودية تحقق ذهبية أولمبياد الرياضيات الأوروبي شكرا جزيلا لك يعطيك العافية أما الآن أعزائنا المشاهدين فوصلنا إلى الختام إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا